السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الغاليين يا رب تكونوا بخير هنعمل مع بعض التدبيلة للشيش طابوك معي هنا 3 علب زبادي كبار ومعي هنا بصل بودر ومعي هنا 7 بهارات او بهارات مشكلة ومعي زعتر ومعي فلفل اسود ومعي ملح انا طبعا معي كميات كبيرة ومعي هنا توم بودر ومعي توابل فراخ او بهارات فراخ ومعي توابل الشرق ومعي طبعا هنا دي وراك فراخ مخلية جايبها كده جاهزة من عند الراجل معي حوالي 4 او 5 كيلو تقدري طبعا تعملي الكمية اللي تنسبك حتى لو نص كيلو الكمية اللي تنسبك وتكفيك ومعي هنا زيت اخد حوالي ربع كباية على الكمية دي كلها ومعي شوية بابريكا كل الحاجات دي بتدي طعم حلو جدا من الشيش تعالوا بقى نشوف هنعمل كده التدبيلة ازاي مع بعض هي تدبيلة سهلة جدا وبسيطة وعايز اقولكو لو اي توابل من اللي انا قلتها دي مش متوفرة يعني مش هتبوز الدنيا ولا حيك فمفيش اي مشكلة لو حاجة نقصت مفيش اي مشكلة اللي عندك اوضفيه والمتاح هعمل ايه؟ ده الزيت بتاعنا اهو عايز اقولكو طبعا الحاجات دي لما تكون موجودة في البيت او في الفريزر بتاعك بتريح جدا وبتخليكي طبعا مش هاي الهم انك تفكري في الاكل هتعملي ايه؟ طبعا هتطلعي طبق الشيش وتعمليه مع الخضار بتاعه وجنبه شوية رزة او شوية مكارونا وتبقى غدوة حلوة جدا فجربوا اللي انا بعمله ده كده والتفرزات دي بتبقى فعلا مريحة جدا جربوا وصفتي والخلاطات اللي انا بعملها هتعجبكو ان شاء الله تمام؟ دي البابريكة بتاعتنا انا طبعا الشيش ما بحبش اشيله في الفريزر بالخضار بتاعه حب اتبل كده الفراخ واسبها من التبله بتكون افضل وكمان علشان الخضار بتاعنا مايتبلش والفوائد بتاعته تروح فخلينا طبعا كده بس نتبل الفراخ وانشيلها والخضار بقى وقت ما حب نعمل الاكلة دي نطلع الشيش بتاعنا من الفريزر ونجيب الخضار طازة ونعمله هي بقى كنك لسه عاملة طازة وطبعا يفضل ان احنا نسيبها ليلة كاملة في التدبيلة دي في التلاجة قبل ما نشيلها في الفريزر تمام هو في الفريزر هتبقى متبلة وكل حاجة بس لما تسبيها برا الفريزر ليلة في التلاجة هيدي طعم حلو قوي للوراج بتاعتنا هتشرب التدبيلة وهتترك كده هتبقى حلوة هتيجي بقى لما تسويها هيبقى طعمها جميل جدا ولو عندك خلونجان انا ما كانش عندي الوقت ده لو عندك تجيه في معلقة للكمية دي كلها طبعا هتسرع تسوية الفريخ وهتخلي طعمها حلو جدا الخلونجان من الحاجات الحلوة قوي مع الطيور واللحوم بتساعد على التسوية وبتظهر طعم التدبيلة يعني انتي لو لسه متبلاها وسبتيها نص ساعة هيبقى كنك عملاها ليلة كاملة فخلوا دايما الخلونجان عندكو في البيت هو رخيص يعني مش غالي دي الخلطة بتاعتنا اهيه بصوا جميلة ازاي تقدري بقى تعملي بها فراخ بنيه تقدري تعملي بها فراخ ما شوية شيش طوق اللي انت عايزيه تمام هاخد بقى الخلطة كده على الشيش بتاعنا وانا كنت عاملة حلقة برضو للشيش فيها برضو تدبيلة تانية مختلفة شوية عندي لو حابين هسيبلكو اللينك بتاع الوصفة في صندوق الوصف تمام نبدأ بقى كده نتعكد الفراخ كويس علشان تشرب التدبيلة بتاعتنا وطبعا زي ما قلتلكو الكمية المتاحة عندكو نص كيلو كيلو كل واحد عارف استخدامه قد ايه فانتي استخدامك يعملي على قد استخدامك بس ما تقطريش يعني ما تجيبش حاجة مثلا تقعد معاك شهرين تلاتة لا لا يعني اسبوعين باسبوعين او شهر بشهر وكمان الحاجات دي في الصيام وفي رمضان كل سنة وتطيبين خلاص رمضان على الابواب فيعني الحاجات دي في رمضان بتريح جدا في ايام الصيام طبعا بيبقى دخول المطبخ صعب شوية على ستات كتير فالحاجات دي طبعا ايه بتوفر الوقت كمان وعلشان تعرفي طبعا تصلي وتشوفي بقية حياتك فجاهزي كده بتكون الحياة مريحة اكتر ده الشيش بتاعنا اهو هقسمه بقى انا على اطباق كده تكفيني وطبعا بعد ما بقسمه كده بلفه طبعا بستريتش او كياس تلاجة ولو ما عندكش الاطباق دي وعايزة تشليف كياس اللي هي بتاعت التلاجة العادية دي مفيش مشكلة عايزة تشليف علب بلاستيك المتاح عندك يعني الدنيا مارنة كده ومفيش اي مشكلة بس انا بشوف ان الاطباق دي بتبقى افضل لما بتروسيها كمان فوق بعض في الفريزر ما بتاخدش مكان فهي من الحاجات الحلوة بصراحة تمام كده بس وده بقى الشيش بتاعنا اهو بصوا بسم الله ما شاء الله شكله جميل جدا يا دوب هتطلعي من الفريزر وتعملي الخضار بتاعه وباللي هنوش فليكو تعالوا بقى نشوف الوصفة التانية معايا هنا بصلة مبشورة ومعايا طمط مية مبشورة ومعايا صدور فراخ ودول شوية خلطة من اللي هي كانت في الشيش معنا طبعا لازم نستفيد بيها كلها فانا هاخد كده هضيف عليها طبعا الطماطم والبصل المبشور لو حابة تعملي معهم ارني فلفل كمان مفيش مشكلة هنا دي توابل الشرق عايز اقولكوا توابل الشرق دي من التوابل الحلوة جدا قال لي بكده كويس وعايز اقولكوا الخلطة دي حلوة جدا هتخلي طعم الفراخ الباني حلوة جدا جدا وبتديها طروة كمان جميلة وهنا معايا حوالي معلقتين كبار خل الفراخ المعايا دي كيلو كيلو باني بس وقال لي بي بقى كويس عايز اوضيف اللمون ضيفي مش عايزة مفيش مشكلة هنزل بقى كده بالفراخ وبرضو الفراخ تقدر يتشيليها كده زي ما هي وتطلعيها مثلا قبلها بليلة من الفريزر تفك وبعد كده تعمليها بالبيض والبقصمات والاسحل طبعا والاحسن انك تعمليها في البيض والبقصمات عايز اقولكوا بتريح جدا تطلعيها من الفريزر يعني ما تسباش تفك ترميها على طول في الزيت فالبنيه في الفريزر من الحاجات المهمة جدا في البيت اللي بي كده كويس علشان كل حاجة تاخد من التدبيلة وتبقى طعمها حلوة لما نيجي ناكلها بصوا بقى ده البقصمات بتاعنا ده بقى حكايته حكاية هنا لو عندك فينو نشف او بقصمات مثلا مكاستر او حاجة كل ده تقدر يتحمصيه في الفرن وتتحنيه وتعالوا بقى نعمله كده شوية توابل حلوين معايا هنا السبع بهارات انا معايا هنا كمية حلوة من البقصمات الناعم ومعايا هنا بصل بودر برضو هتدي له كده شوية بصل حلوين علشان يطعم معايا البقصمات ومعايا هنا توم بودر والزعتر عايز اقول لكم الزعتر بيدي ريحة وطعم حلوين جدا حاولوا تخلوا الزعتر موجود على طول عندكم في البيت وهو رخيص مش غالي ودي توابل فراخ بهارات فراخ برضو بتدي ريحة حلوة جدا ودي بقى توابل الشرق زي ما قلت لكم توابل الشرق دي صح حلوة جدا وبتغير طعم الاكل بتخليه حلوة جدا بس مش في اي اكلات في البنيهات والحاجات المحمرة والبطاطس وده فلفل اسود برضو ما انكترش فلفل اسود قوي حاجة بسيطة كده وبدأي بقى كده اللي دي عايز اقول لك بقى البقصمات ده لما بيكون عندك بيرايحك جدا يعني ما تفضليش بقى كل مثلا ما هتعملي شوية بنيه او هتعملي اي حاجة محمرة بالبيت والبقصمات تفضلي بقى تعادي تتبلي في البقصمات لأ انت كده متبلة كمية عندك وشيلاها في البطرمان بتاعك فكل التجهيزات والحاجات دي على فكرة مريحة جدا وبتوفر عليك الوقت فدايما خلوا حاجتك جاهزة لأي ظرف جالك ضيف على فجأة كده يعني حبيتي تعملي طلعتي كده شوية كفتة او حاجة حبيتي تعمليهم فدايما تبقى حاجة الجاهزة فلما تبقى حاجة الجاهزة بترايحي نفسك انت تمام هنا شوية جنزبيل وعايز اقول لكم الجنزبيل بيدي ريحة حلوة جدا وطعم حلو جدا وخصوصا لما ينزل في الزيت فعلا من الحاجات الحلوة جدا في الاكل الجنزبيل والجنزبيل الفرشة كمان حلو جدا هنا بقى هنبدأ نتبل البني بتاعنا انا ضفت هنا شوية مية على البيض انا ما بحبش البيض كده لوحده لازم شوية مية او شوية لبن وقلبيه كده كويس علشان الصفار والبيض يفكوا وشوية فلفل اسود بس مش اكتر من كده عايزة تديه في شوية بهارات ما فيش مشكلة بس هي الفراخ يعني واخدت تدبيه لك فايحنا بس شوية فلفل اسود علشان الزفارة ده بقى البقسمات الجميل بتاعنا بصوا ما شاء الله رحت بقى عايزة اقول لكم حلوة جدا جدا ولما تيجي تاكله هتحس ان هو متبل مش هيبقى كفر كده على الفراخ وخلاص لا هيبقى ليه طعم حلو دايما كل خطوة من خطواتكو تابلوها كل حاجة في الاكل تابلوها تدبيه خفيف يعني مش كتير بس هيفرق جدا في الطعام تعالوا بقى انت بقى الفراخ كده بتاعتنا مع بعض هي خلاص كده خدت وقتها في التدبيل واقعدت ليلة كاملة في التلاجة هنزل كده في الدقيق بصوا ما تقطروش الكميات يعني انا انتو شايفين انا عاملة كمية قليلة لما تخلص هعمل تاني يعني البيض والدقيق والبقسمات لما الحاجة دي تخلص هعمل تاني لان طبعا الدقيق والبقسمات لو عملنا فيهم الفراخ ما نقدرش نعمل بيهم حاجة تانية الفراخ طبعا بقى فيها بكتيريا وبكتيريا سامة كمان الفراخ الناية كمان فخلوا بالكوا اي بقسمات او دقيق يفيد مكان التدبيل بتاع الفراخ لازم يترميه ما ينفعش تعملي بي حاجة تاني او يبات لو في وقتها هتتبلي بيه ما فيش مشكلة اما لو قعد ما ينفعش يبقى فيه بكتيريا وممكن يقزينه فانت يعملي قليل بقليل افضل بس اضغطي كده علشان البقسمات يمسك وهنضفها بقى كده جنب اللي عملناها بس كده وهنكمل بقى الكمية مع بعض وزي ما انتم شايفين كده يعني عملنا كذا وصفة وان شاء الله تعجبكم ويلا بقى ما تنسوش اشتراك ولايك وشير للفيديو بتاعنا ده واشوفكم في حلقة جديدة